في هذا الفيديو رح تعرف كيف تحمل الأنظمة اللي تحتاجها في اختبار الاختراق السلام عليكم معكم ياسر وأخيراً رجعنا لكم فيديو أول شي شكراً 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 على دعمكم الجميلة وكلامكم المحفز اللي يفتح النفس يعني ما أدري صراحة وشي قول بس شكراً شكراً لكم طبعاً مثل ما وعدتكم شي تدعم منكم الجميل وهذا شرح للأنظمة كيف تحملها بس قبل نبدأ الفيديو عطينا لايك واشتراك رح تدعمني كثير وتحفزني وتسعدني يا أخي الله يسعدكم طيب نبدأ الفيديو أول شي لازم تحمله البي ام وير لا تخافون في الظوابط موجودة في الوصف طيب أول شي رازم تحمله البي ام وير اللي هو المكان اللي تشغل فيه الأنظمة الوهمية طبعاً لما نخش هنا الرابط البي ام وير رح نحمل من هنا البي ام وير بعد ما تحمل تسوي له انسليشن يثبت اوكي ناكس 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 و عزي التثبيت عادي تمام بعدين يقول لك آخر شي فنش لسنس 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 والبرنامج رح يحمل عندك لو كان مجاني رح يتحمل عندك او رح يشتغل عندك من 15 الى 20 يوم تمام السيريال كي هذا رح يشتغل من البرنامج معك لمدحية طبعاً اكيد بزبطكم طبعاً هنا في السيريال كي تقدروا يستخدمونه اي واحد منهم لو احد من السيريال كي ما يشتغل معكم اذا مرة ما يشتغل ادخل رابط هذا رح تلاقون السيريال كي طيب طبعاً قبل الانظمة رح يطلب منكم اوه تبقى الحصول او لا لما تقول الانظمة رح يطلب منكم ريستارت للجهاز طيب حملنا ورح يكون بهذا الشكل طبعاً ما يهم اذا كان عندك بي اموير 15 قديم او 16 حين توقف حملت طيب الان نبي نحمل الانظمة انا رحض لكم الوابط كما تشاهدين هنا الكالي في كالي اللي هو القديم او معلش الجديد اخر نسخة اللي هو هذا اوكي هذا الكالي 20 20 ثلاثة لا انا صراحة انا ما استهوي كل واحد يستهوي نسخة فانا هذي صراحة ما هي جازلتي مرة أبداً تمام في نسخة قديمة اللي هي 2019 24 هذه النسخة طبعاً خلنا نسخ لكم رابط ونحطها معكم هنا تمام فنحط هنا هذو الكالي طبعاً رح تدخلوا الرابط هذا ورح تلاقون الملفات هنا ورح تشوفون أول ملف أول ملف وشو؟ اللي هو كالي لينكس 2019 EMD64 دوت أيزو طيب كيف نشغله؟ نروح هنا لبين وير ونروح ل كريتة نيو فيرشوال ماشين تمام سوي نيكس ننزل هنا نضغط على هذي نستخدم الملف طبعاً الملف أنا حملته طيب الملف اللي حملته وين بيكون مكانة؟ بيكون في الدولود تمام هذا هو الكالي لينكس سوي أبن نيكس ونحط هنا لينكس وندور على دي بيين 64 على حسب جهازك وين دي بيين 7 64 بيت طيب نيكست اسم المكان يعني بيطلع هنا نقول مثلاً كالي وينت بيينحفظ لما أنا الصراحة سي درايب عندي بدأ يمتلي إلى آخر شيء وأبقى حطه في الدي درايب أوكي نقول مثلاً هنا طيب طيب نكست درايب نبدأ كم تم المساحة في الكالي الأمان الصراحة على حسب اللي أنت بي بس أنصحك يكون يعني أشوف 50 كافية و كويسة لك أوكي يستخدم السوريج الدي منها هنا رح نرجع لها بعدين الكل الأنظمة بس رح نسوي فنش شايفين جاني كالي هنا نضغط الباور طبيع ما عليكم الأشياء اللي هنا قطوة الـ هاكس طيب الآن عشان نتحكم في الشاشة نضغط كليك على الشاشة الزرقة نتحكم بالأسهم ننزل تحت 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 نستخدم نضغط انتر أوكي هنا رح نثبت الكالي امشوا معاي بالخطوات وبدن الله يعني سهل هذا كل ما يظهر يعني ما يهم انتظري يكمل طبعا شكرا شكرا على دعمكم يعني والله العظيم يعني ما أدي الصراحة شكولي ما قدر وفي حقكم شي جميل أشوف الدعم لهذا طيب اه حسنا على ما يكمل هذه نروح نشوف النظام الثاني انا حطيت لكم رابط راح تحمل عندكم ملف الويندوز وملف المتسبل وتو بود راح تسول هنا بس اللهم تنزيل تنزيل كل واحد منها ويتحمل عندكم بعدين عشان شغل النظامين هذي بعد حسنا نشوف اذا خلص ولا لا حسنا نجي هنا الهوست نيم نسوي برضو كنتينيو ما يهم اذا كان عندك قدو ما ينام حطة بس ما عندك كنتينيو حسنا حسنا هنا نحط الباسورد اهم شي لازم تعرفه الباسورد لازم يكون قصير ومختصر ودايم تسمع يعني مو تحط مثلا الباسورد اللي من خمسة عشر لا عادي أربع خمسة شي قصير مرة ما يدخل فيه الانتو كلمة تشغل كالي رح تستخدم هذا الباسورد نسوي كنتينيو كنتينيو برضو كنتينيو برضو كنتينيو نستخدم 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 ضع تخلص نستخدم ثم نستخدم نستخدم برضو continue تنزل تحت div sda continue وننتظر من جديد طيب الآن يجيك هذه الصفحة continue وهذا آخر تحميل هانت خلاص طيب الآن نشتغل معكم كلما تبون تشغلون الكالي راح تطلع لكم الصفحة هذه اليوزر راح يكون root والباسورد اللي انتم حطته انتر او تحط اللوغين كل واحد هذا هو نظام الكالي الثبت طيب نجي للنظام الثاني انا مثل ما قلت لكم حطيت لكم الملفين الهنا ويندوز 2003 وميتس بلوتبل تحملونهم كل واحدة لها النظام محدد طيب نريد نجي نثبت الويندوز 2003 انا حملتها وحطيت في ملف مخصص دها عشان بس ترتيب الملفات طبعا كالي خلاص هذا هو يشتغل معنا اوكي او وروح للهوم اوكي ونبي نثبت الالفين وثلاثة وروح او ويندوز 2003 اوكي وين مكان اللي حملته غالبا يكون في الداولود بس انا حطيته في ملفه معين اوكي اوكي اللي هو هنا طيب ايجيك مربعات اضغط عليها حط اوبن وخلاص اشتغل معك ويندوز 2003 طيب خلينا نشغل على نشغل اللي هو متر سيطل برضو نلسل شي اوكي اوكي نروح للملف اللي حملنا فيه المربعات هذي هنا اوكي وبيتحمل اللي هو متر سيطل اوكي طيب الويندوز 2003 هذي حين شغال معنا اوكي والمتر سيطل نقدر نشغل برضو بوريكم بس كيف تدخلون الانظمة لكل واحدة منها طيب عشان نشغل الويندوز 2003 لازم نسوي هنا رايت كليك سند كترة أل ديليت ونكتب الباسور ABC C 1 2 3 ونحط اي شي من هنا اي حاجة عادي اوكي نحط واشتغل معنا ووندوز 2003 طيب طبعا ما يهمكم هذا شي بس عموما انه كجهاز تجربون عليه في ثاراتكم طيب نضع متسابلويت نسي الشي شغلنا واليوزر نيم والباسورد اوكي اللي هو msf admin مثل ما تشايفين هنا ما دي كيف ووريكم هذا هو هنا هذا msf admin هالباسورد واليوزر والباسورد برضو نسي الشي طيب نضغط عليه انتر الباسورد msf admin ترأيين كتم باس ما يوضح تضعون انتر خلاص انت دخلت الحين ifconfig خلاص هاد الايب الموجود طيب ويبقى اخر نظام اللي هو شو ويندوز 7 طيب نحمله من هنا على حسب نوعتي هازك ولم يتحمل طبعا محمل عندي وجاهز بس اللهم اجي شغله ويندوز 7 لازم نسوي نشط نشط نختار الملف مفوق الملف اللي هو هذا غالبا يكون عندك مفدةة برضو ننسوي open next next أوكي عالي وم مشكلة الاسم للجهاز اللي حية العصار نسوي نجس كم ياخذ اه ما رح ياخذ كثير نقول عشرين حسناً نقفل الويندوز 7 لأنو الويندوز 7 غالباً يأخذ مساحة كبيرة ومن الرام وإلى آخر طيب الآن من أهم الأشياء اللي لازم تنتبه أنا خليت آخر شي عشان تكون واضحة لكل الأنظمة الأنظمة الآن طبعاً سنقفل كل شي سنقفل X2 X2 نجي الأنظمة كل نظام ندخل أو مثلاً كان صفحة زي كذا نضغط على هذه يطلع على الإسار نبي نكبر الشاشة نضغط على هذه رح تكبر الشاشة نرجع نصغرها حلو طيب عشان نبي نربط الأجهزة مع بعضها في شبكة داخلية واحدة نضغط نفتح الأنظمة كلها الكالي ويندوز ومتسبلويت ويندوز 7 طيب نجي الكالي نجي ننزل تحت أوكي نضغط على نتوورك أدافتر أوكي وش نحولها نحولها من نات إلى بريج نسوي أوكي أوكي تمام نجي نسل الشي في الويندوز 23 هنا موجود وشوف موجود هنا بريج أوكي طيب متسبلويت بريج ويندوز 7 نات نتأكد من نتوورك أدافتر أن كلها بريج طيب نشغل الكالي ويندوز 23 ومتسبلويت حتى نتأكد هل هي بشبكة داخلية واحدة أم لا حتى نقدر نجرب عليها ونختبر الثغرات عليها ونكتشف الثغرات إلى آخر تمام نقطع هنا حسنا كل واحدة بياخد وقت طويل شوي تمام كلما تشغل الأجهزة لازم تسوي نفس الشي تكتب اسم الوزر في ورود والباسورد اللي حطيت انت لغن طيب عشان ندخل هنا نفس الشي نضغط كليك تكتب اسم الوزر والباسورد ABC عشان بس مايصير عندكم لبس هذا هو الباسورد حسنا 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 ABC أدوان الثغرات يهو غالج في ذا زعلان خلاص لا أول الله طيب شغلة مجديد بسم الله طيب طيب نفس الشي في هنا عند المتسبة لتبول MSF admin إنتر MSF admin إنتر خلاص ستدخل طيب عشان نشيك الابيات لما نسوي ifconfig عشان نشوف ابي الجهاز هذا كم 192 162 113 حسنا حسنا جيك هنا لا توقع أنه ربط بس يلا سنشوف ifconfig 192 162 100 15 متسبلويت 13 حسنا ربط بشبكة داخلية 13 وهذا 15 و الزعلان بسرعة لهم طيب حسنا رضا الباسورد abc at 1 ثلاثة طيب حسنا نشوف الكماند line نكتب ipconfig لأنه windows ضغط انتر حسنا 192 161 114 خلاص كيف يشبك مع بعض تقدر تجرب عليهم و مورك تمام من الكماندس المهمة عشان تجون تحملوا عدوات اللي هي كط abc اطلق get اللي هي get طبعا هنا why جت هذه هي تحمل أدوات من GitHub خلاص عشان تحمل تكتب مسافة clone وتحط الرابط حق الأداء وخلاص تتحمل عندك ديريكت عشان ما تواجه أي مشاكل لازم تحمل اللي هي جت متنوري هنا جت وتحط الرابط اللي هو هنا وخلاص بيتحمل عندك تمام وكذا حمنا الكالي ويندوز 2003 وميتس بلوتابل ويندوز سبعة طيب ياسر لماذا حمنا ويندوز 2003 ويندوز سبعة ويندوز سبعة ومشي الفايدة الفايدة يطول عمر عشان تطبق على تكتف ودور ثغرات تستغل الثغرات عندك ويندوز 2003 مليان ثغرات كثيرة تمام تقدر تشوف وتستغل الثغرات فيها لم يكن والavascript هنا باورك الفايدة الم использовать حسنا حسنًا في دبو دبو كيف تطبق الوب ما اسمه كيف تطبق الوب يعني الهاكينج في الجزئيه في دبو طبعا الباسورد ما رح علمكم انت مشوفه كيف طبعا مديكم في تريكس تستخدمونها يوريك السورس كود حق الموقع هذا حق الموقع حق الموقع حق الموقع مثل ما قلنا هذا الأنظم عندك وهذا كشي عندي أتمنى عجبكم الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك اليوم صورت الفيديو هذا تقريبا ثلاثة أربع مرات وواجهت مشاكل كثير وممكن لو جمعتوا الساعات اللي صورت فيها ممكن مصلت خمسة إلى ست ساعات فلو تقدرون شي بسيط يعني من تعب أكون شاكل لكم شكرا شكرا ولا تنسون الدورة راح تكون المهم المهم اليوديمي راح تكون مجانية لمدة ثتيام راح تكون تفاصيل في الوصف رابط الدورة الكود اللي تستخدم عشان نكون مجاني السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة